اشتركوا في القناة شخصيته كانت غير شكل وكعنا التركتور واجه راسه احذر وصار ينزف قعد ست ساعات وهو ينزف قبل ما يصلنا اي بلانسة او اي اشتفارك الحياة اقتها المقاسم في 2003 كانت المقاسم مش شددي اكثر من اليوم قبل ما يصل البلانسة توفى كانت تقريبا حدود اربع ساعات وهو يتعذب وينزف لو كان في عيادة فيها ممرض الممرض بعرف عالج يكون كريبة في المناطق بمنع اي بني تحتية او بني صحية بمنع اي كدمات كانت لا في عنا سيارة فيش عنا إلا تركتور وولد مصاب نقدرش نزمه في التركتور نحمله في التركتور مش كل السيارات بقدرنا بيجيان بفتن الطريق الطرق هاي الطرابية اللي مدمرة فحاولنا إننا نساوي نساوي الطريق الجيش جرفها كامل المعاملات اللي بتعاملها للسكان هان وعدم كيام السماح لهم في عيشي كريمي ولا الزكت على الناس لترحيلهم عندك أمل إنو الإشي يتغير يعني انت كتير سنين يعني كل الأمل كل الأمل تاريخ عجلة ولا يمكن القوي ظل القوي أنا بتمنى من المجتمع الدولي كامل يتعقل ويعمل السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة